موسيقى حملة محمد زين بدا الذي اكد بان الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للانقاذ المشير ادريس ديبي اتنو سيقوم بتنفيذ جميع التأهدات والوعود من عجل دفع عجلة التنمية على مستوى الولاية من جهتها ممثلة مرشح التوافق الرئيس الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للانقاذ هند ديبي اتنو في البتء شكرت سكان مايوكي بي غرب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مضيفة بان هذا الحجد الكبير يضمن الفوز لصالح مرشح التوافق حيث طلبت من المسجلين في القوائم الانتخابية سحب بطاقاتهم استعدادا لتاريخ الـ 11 من أبناء اشتركوا في القوائم الانتخابية اشتركوا في القوائم الانتخابية مرشه التوافق إلى المناطق الجنوبية ستستمر لتشمل العديد من الولايات وذلك تشجيئا للإدارة الولائية لحملة مرشه التوافق على رأس وفد رفيع المستوى نظم موسى خدام رئيس البعثة الولائية لمرشه التوافق إدريس إدبي إتلو بولاية قيرا نظم لقاعا جماهيريا في كل من بيتكينو ومنجلمن ودع المناضلين إلى إسحاب بطاقة الانتخابات لأنها مهمة في التصويد لمرشه التوافق وأكد أن المرشه إدريس ديبي إتنو هو الاختيار الأفضل لبناء شاد وطمعنا موسى خدام المناضلين بأن مرشه التوافق سينفس كل المشاريع الاتماعية التي وعد بها المناضلين كما قام مدير الحملة الولائية جامبرنار بداري بجولة توعوية لسكان مدينة بندير بولاية مايوكي بغرب وشرح للمناضلين والمناضلات كيفية التصويد لسالح مرشه التوافق كما وصلت رئيسة بعصة الحملة الانتخابية لمرشه التوافق آئش أحمد بريمي إلى مدينة أمتيمان بهدف تقديم رسالة السلام والتعايش السلمي والقيام بتوئية المناضلين لمساندة مرشه التوافق إدريس ديبي إتنو وفي نفس السياق نظم مناضلو ومناضلات ولاية وادي فرة حملة توعوية لسكان المدن والقرى ودعوا فيها جميع المناضلين والمناضلات والشباب الذين يحق لهم التصويد أن يصوتوا لمرشح التحالف في الانتخابات الرئاسية كما قام المنسق النائب المقلب بالرحل بشار دريب بحملة توعوية في كل من مدينة آتية وعدة مناطق تابعة لمرقز إداري وادي جديد بهدف توعية الرحل لممارسة حقوقهم وشرح لهم كيفية التصويد لمرشح التوافق إدريس ديبي إتنو في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما قام مكتب الديمقراطيين برعاسة نصر الدين توم والأمين العام قرم أسيل دقاش بجولة توعوية في أبشة كما تم تنصيب الخلايا الفرعية بالمنطقة من أجل أحث المناضلين والمناضلات على اختيار مرشح التوافق إدريس ديبي إتنو كما وصل وفد المكتب إلى مدينة إيربا من أجل إيصال رسالة التوعية إلى المواطنين عامة محطة الخامسة لجولة وفد تجمع الديمقراطيين الكادينة إلى شرق البلاد هي مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات التي خرج مناضلها على بؤد خمسة عشر كيلومترات من أجل استقبال الوفد برئاسة الرئيس الوطني حيث اصطفى الرجال والشباب والنساء لاستقباله بالشارع الرئيسي لمدينة أم التيمان وبميدان الحرية تجمع هؤلاء المناضلون من أجل المشاركة في هذا اللقاء الجماهري في البداية تحدث رئيث اللجنة التنظيمية لعنشطة الحزب بسلامات الذي أكد بأنه في الحادي عشر من أبريل المقبل سيخرج هؤلاء المناضلون للإدلاء بأصواتهم لمرشح التغيير من جانبه رئيس حزب الاردسي المتحالف محمد نور إسحاق قال إن اختيار حزبه للمشاركة في الحملة الانتخابية مع رئيس حزب الارندتي الريفي فهو اختيار صائب أظننا دريبان أسما أشياء فوق هذا ما يودرنا ويدرنا ويدنا طوالي للهدف أشياء أنتو كل النبول لكم كي أننا مضمونين بكونوا دريب دا يودينا فيه بقال ندورو أنتو الآخر ماشي في دريب آخر كله ورخا ليه يجي في دريبان دا دريب كبير كلان ويودينا فيه بيكتران بعيد ذلك تحدث مدير الحملة الانتخابية الرئاسية سباستيع طلب من مناضل الحزب بسلامات المشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم لمرشح التغيير وذلك في يوم الانتخابات مؤكدا بأن باهيمي هو الرجل الذي سيجد حلولا لمشاكلهم وأخيرا قدم الرئيس الوطني لحزب باهيمي البير كلمة قال خلالها فإنه متأسف للأوضاع للسكان في كل المناطق التي زارها لسيما سكان سلامات الذين هم في هذا العصرهم بحاجة ماسة إلى الماء مضيفا أنه إذا تم اختياره رسميا أولا يبدأ بالاحتلاجات الأساسية كتوفير المياه والتعليم والصحة والاهتمام بشريحة الشباب والمرأة التي هي شريكة الإنسان في حياته هذا وبعد ولاية السلامات وصل الوفد إلى مدينة بيتكن حاضرة محافظة أبو طيور وهناك وجد استقبالا من قبل مناضل الحزب وفي اللقاء الجماهيري بمدينة بيتكن الذي حضره المئات من المناضلين بمختلف شرائحهم وطبقاتهم كان هناك خطابا واحدا فقط قدمه الرئيس الوطني باهم باتاكي البير الذي يبدو من خلاله الفرحة التي لم يتوقعها وقال إنه لديه برنامج سياسي شامل نحو التنمية لسيما تنمية سكان هذه المدينة وأوعدا بالعديد من الإنجازات إذا خطير في الانتخابات المقبلة مستطردا في حديثه بأن الوقت قد حان من أجل اختيار مرشحكم كما قدم شكره لمناضلي حزب الإيراندالي ريفي بمدينة بيتكن لخروجهم مستطردا في حديثه بأن الوقت قد حان من أجل اختيار مرشحكم